السلام عليكم مرحبا بكم الجديد في هذا الفيديو اللي كنخصوه دائما لدراسة علم مناعة ودائما في دراسة الفصل الثاني اللي كنشوف فيه الوسائل لكي نعن الجسم لكي يدافع عن الداتي بصفة غير نوعية فهذا الوسائل للدفاع غير نوعية كن ندرنا فيديو سابق اللي شمنا في الحواجز الطبيعية لجسم مسميناها مناعة طبيعية وهي أيضا مناعة غير نوعية وشفنا في فيديو تانية الاستجابة الالتهابية وقلنا في الاستجابة الالتهابية بأنه عندنا مجموعة من المتدخلين في هذه الاستجابة من أهم المتدخلين وهو جهاز عامل التكملة وفاد الفيديو غير نخصها للتعرف على أدوار جهاز عامل تكملة لأننا قلنا في الفيديو السابق فيما يتعلق بالاستجابة الالتهابية شفنا أو ركزنا على دور واحد فقط وهو جذب الوحيدات إلى موقع وجود مولد المضاد باستعمال عناصر جهاز عامل التكملة لكن سنرى في هذا الفيديو بأن هناك ثلاث أدوار أساسية لهذا الجهاز ودائما في نفس الفيديو سنرى أخيرا البلعمة كآخر متدخل في الاستجابة الالتهابية ولكن أعتبره أيضا ممكن أن تتم في شكل مستقل عن الاستجابة الالتهابية إذن في هذا الأدوار جهاز عامل تكملة سنحاول أن نتبع بشكل مفصل ما الذي يحدث لهذا الجهاز أولا ما هو هذا الجهاز ثم كيف يتدخل في مساعدة الاستجابة المناعتية السابقة وهي الاستجابة الالتهابية وأيضا كيف يمكن أن يتدخل بشكل مستقل عن الاستجابة الالتهابية فجهاز عامل تكملة هو عبارة فقط عن مركبات بروتينية مثلا عندنا هذا المركب ستخوة لكيبان بأنه مشكل من جزئين ستخوة B وستخوة A ثم عندنا المركب آخر لغا نسميه B دائما هو مركب بروتيني وينتمي إلى جهاز عامل تكملة وكيسميه جهاز لأنه مشكل من عدة عناصر بروتينية في B أيضا كالقو أنه في جزئين B A و B B الذي يحدث هو أن هذه المركبات ستخوة و B تكون دائما موجودة داخل الجسم ولكنها بشكل غير منشط يعني أنها غير وظيفية لأن تدخلها هو فقط أثناء الاستجابة المناعتية كيف يتم تحفيز هذه العوامل أو العناصر وذلك إترى دخول مولد المضاد هالدخول دي المولد المضاد هو يحفز ستخوة أساسا على الانشطار فينشطر إلى جزئين اللي كانوا فيه أصلا مرتبطين عندنا ستخوة A وستخوة B فالستخوة A عندنا دور أساسي جدا وهو اجتداب البلعامية البلعامية كنت تعرفوا أنه دور دياله وهو بلعامة مولد المضاد وقد نشوف المراحل ديال البلعامة بشكل مفصل في آخر هذا الفيديو إذن عندنا اجتداب كيميائي للبلعاميات إلى موقع وجود مولد المضاد لكي تتم بلعامته والقضاء عليه ثم من جهة أخرى بقى عندنا هذب ستخوة B الذي سيحدث وهو أن هناك أيضا انشطار ديال المركب الأصلي اللي كان عندنا با و بب وكي جعلنا بي بي اللي يرتبط مع ستخوة B ويشكل مركب أنزيمي اللي كان نسميه الستخوة كونفيرتاز اللي يساهمني من جديد في إعادة تركيب الستخوة اللي من الجزئين دياله الستخوة B والستخوة A واللي يقع فيه أيضا انشطار جديد وكتب شاعدنا الستخوة A اللي يتقوم بنفس الوظيفة السابقة اللي هي الإجتداب الكيميائي لبلعاميات جديدة إلى موقع وجود مولد المضاد وبالتالي الدور ديال البلعاميات كما قلنا هو القضاء على مولد المضاد فكتلاحظونا بأننا نزيد من حدة هذا الإجتداب الكيميائي للبلعاميات فكتجي عندنا عدد كبير من البلعاميات إلى موقع وجود مولد المضاد لأن الهدف ديالجهاز مناعته هو فعلا القضاء على مولد المضاد ولكن عندنا هدف آخر وهو القضاء على مولد المضاد بأقصى سرعة ممكنة وكنزيد في هذه السرعة بالزيادة في العناصر المناعتية المتدخلة اللي عندنا هنا وسائط كيميائية اللي هي عبارة عن جزئة بروتينية ديالعناصر جهاز عامل تكميلة وأيضا عندنا البلعاميات التي تقوم بالبلعامة بقى عندنا هدف ستخوة B اللي عنده دور أساسي جدا بحيث أنه يساعد أيضا في القضاء على مولد المضاد بطريقته الخاصة وذلك بتسهيل عملية البلعامة وصلت عندنا البلعاميات إلى موقع وجود مولد المضاد بفعل تأثير ديالستخوة A ولكنستخوة B اللي كيدير وهو أنه كيسهل على البلعاميات العملية ديال البلعامة كيف يمكن أن نفهم هذه العملية ديال تسهيل البلعامة بشكل بسيط جدا عندنا مولد المضاد فكيجي عندنا هدف ستخوة B وكيرتبط بي على سطحه هذا الارتباط هو مهم جدا لأنه يسهل على البلعامية القضاء على مولد المضاد لأن البلعامية عندها مواقع خاصة نسمى مستقبلات تستقبل هدف ستخوة B فكيسهل عدنا العملية ديال ارتباط مولد المضاد المرتبط بستخوة B بالبلعامية وتسهل بالتالي أيضا عملية البلعامة وستتم بسرعة أكبر من الحالة السابقة في غياب هدف المستقبلات ديال ستخوة B على سطح البلعامية من جهة أخرى يكملنا الذي يحدث على مستوى عناصر جهاز عامل تكبيل فوصلنا إلى ستخوة كونفيرتاز هذا الأنظيم بالإضافة إلى عامل جديد وهو العامل D وهذا سيؤدي إلى الربط من جديد بين مجموعة من المركبات وهي بي بي و ستخوة بي كي نكون مركب ستخوة بي 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 ستخوة بي والذي نسميه ستخوة C5 كونفيرتاز ما يفعل هذا المركب الأنظيمي هو أنه يحرض العملية للإنشطار للمكونين جديدين لعنصر من عامل تكميلة وهو C5 وهذا يؤدي إلى إنشطاره إلى جزءين الجزء أول وهو C5A والجزء الثاني وهو C5B وكل واحد عنده الوظيفة له C5A كيدر لنا نفس العملية لكيدرها ستخوة بي وهي اجدداد كيميائي لبلعاميات جديدة وكتلاحظوا بأن الكل يتعاون لكي نقضي على مولد المضاد ثم من جهة أخرى بقى عندنا C5B C5B هو أساسي جدا لأنه يمكن جهاز عامل تكميلة أن يقوم بالقضاء على مولد المضاد بدون حاجة إلى هذه البلعاميات ما هي الطريقة؟ هي سهلة وهي أنه يأخذ المبدأ مرور الماء نحو الوسط الداخلي الخلية فنفترض هذا هو الوسط الداخلي والخلية سوف نفترض أنه يمولد المضاد بصفة عامة أو البكتيرية التي دخلت إلى الجسم فشنا هو الدور ديال هاته C5B وهو كما قلنا أنه سيستغل أو سيعمل وفق مبدأ دخول الماء فإحنا كنعرفوا بنسبة لدخول الماء إلا افترضنا أن هذا البنية اللي عندنا هنا رب طبيعة الحلقة تكونوا عارفينها وهي الغيشة السيتوبلازمي ديال الخلية ديال المولد المضاد بصفة عامة فهذا الغيشة السيتوبلازمي عندنا هاد البنية اللي كنا هنا هي فوسفو دهنيات وكتعرفوا بأن الفوسفو دهنيات عندها إشكال فيما يتعلق بمرور جزئات الماء من وإلى الخلية هاد المرور ديالجزئات الماء لا يمكن أن يتم عبر الفوسفو دهنيات لأنه عندهنا قطب محب للماء بينما الجزء اللي كنا هنا هو قطب كاره للماء كاره للماء بمعنى أنه يمنع مرور الماء الماء سيقف عددنا في هذه المنطقة إذا أراد أن يدخل إلى الخلية وفي هذه المنطقة إذا أراد أن يخرج من الخلية وشو تستنى الماضية بأن البنية الفوسيفيسائية ديال الغيشة السيتوبلازمي تفرضوا أن الماء لا يمكن أن يمر إلا بين جزئتين بروتينيتين وليس عبر الفوسفو دهنيات إذن هذا هو المبدأ اللي غيخدم بها تسيسينك بي شنو غيدير؟ ببساطة غيمشي يرتبط لنا بالغيشة السيتوبلازمي ديال الخلية المستهدفة وبمجرد أن يرتبط بها فهو سوف يستدعي عناصر جديدة من جهاز عامل تكملة لهي كلها عناصر بروتينية والتي سوف تتغلغل داخل الغيشة السيتوبلازمي ديال الخلية المستهدفة ثم بعد هذا عندنا آخر عنصر أو أهم عنصر وهو العنصر 9 لكي جي ويرتبط أيضا داخل هذا الغيشة السيتوبلازمي من الجهتين فيشكل بالتالي قانات التي تسمح بمرور الماء بشكل كاتف إلى داخل الخلية ونسمي هذا المركب التي تم تشكيله بمركب الهجوم الغيشائي الكمبليكس داتاك مونبغانر وبالتالي مليكن جيو لجهاز عامل تكملة علش هو أساسي في العملية ديال الاستجابة المناعتية لأنه من الجهة يقوم باجتذاب البلعاميات إلى موقع الإصابة وهذا الاجتذاب هو أساسي علش أن البلعاميات هي متشرة في الجهزة وبالتالي هو يوجهها إلى موقع الإصابة وهذا التوجيه هو تصدخل فيه مجموعة من عناصر جهاز عامل تكملة وهذا التوجيه هو تسهيل البلعامة وهذا العملية تسهيل البلعامة هي تعمل وفقها لنوصية بمعنى القفل والمفتاح يأتي عندنا الستخابة ويرتبط مع مولد المضاد ويقدمه للبلعامية الكبيرة التي لديها المستقبلات ويسهل العملية للبلعامة أما الدور الثالث وهو تشكيل مركب الهجوم الغشائي فكبال لنا بأن هذا الدور هو يتم في استقلالها عن أي استجابة مناعتية أخرى ولهذا فجهاز عامل تكملة عنده دور أساسي جدا في الاستجابة المناعتية بأنواع المختلفة ونعود نشوفوه أيضا في المناعة التي نسميها مناعة نوعية فبطبع الحال من بعد كل هذه المجهودات التي قام بها الجهاز المناعتي باقي ما وصلنا إلى القضاء النهائي على مولد المضاد والتي تقوم به البلعاميات عبر عملية أو ظاهرة البلعامة ظاهرة البلعامة سوف تتم في أربع مراحل سوف نأخذ الشكل البلعاميات التي يميزها وهو وجود هذه النواة المفصصة ثم حويصيلات بمعنى حبيبات صغيرة اللي في الداخل ديالها عندنا أنزيم الذي تهدم به مولد المضاد نسميها حويصيلات الليزوزوم من جهة أخرى عندنا مولد المضاد الذي نريد القضاء عليه بطبيعة الحال عندنا العملية الإنجداب الكيميائي نحو مولد المضاد الذي يعطينا أول مرحلة اللي هي التثبيت فيتم تثبيت مولد المضاد على سطح البلعامية وبعد هذا عندنا العملية الثانية أو المرحلة الثانية وهي الإبتلاع لوندوسيتوز ما الذي يحدث في الإبتلاع وهو أنه إلا لحظة مولد المضاد الذي نسميه آجي بمعنى أنتيجين فهذا مولد المضاد حجمه كبير فبالتالي عندما تريد البلعامية أن تدخله إلى داخلها فما يدخلش مباشرة نحو السيتو بلاسمو لكن يتم لفه داخل حويصيلة التي تجعل أنه يبقى مستقلا عن سيتو بلاسمو وبالتالي لا يؤثر في الغالب على البلعامية إذا كان عنصر منتج لمواد سامة وتواجد داخل سيتو بلاسمو بشكل يجعله يسبح داخل سيتو بلاسمو فهذا سيؤدي إلى إمكانية القضاء على البلعامية بفعل إنتاجه لمادة السامة أما الآن مدام درناه داخل حويصيلة حتى إذا إنتاج مواد سامة فكتبقى داخل الحويصيلة ولا تؤثر في المنطق على هذه البلعامية وفي المرحلة قبل الأخير عندنا الهضم وفي العملية الهضم الذي يحدث أن هذه الحويصيلة التي يزوزهم كتمشي الدور بهذه الحويصيلة لبقى وسط منها مولد المضاد وتفرغ محتواها الأنظيمي هذا المادة الصفراء فيؤدي هذا إلى هضم أو هدم مولد المضاد وأيضا للاحظته بالنسبة للأجزاء الناتجة عن هضم مولد المضاد فما كانت تشرش داخل سيتو بلاسم كتبقى عندنا داخل هذه الحويصيلة وفي الأخير سيتم إخراج الحوطان بمعنى إخراج نواتج هدم هدم مولد المضاد بطريقة معاكسة للحالة الإبتلاع بحيث أن الحويصيلة التي كانت عندنا تخرج كامل نحو الخارج ويرتبط الغشاء الحويصيلة بالغشاء استوبلازمي البلعامية ويجعل جزء منه وبالتالي ما يوجد داخل الحويصيلة الآن يمكن طرحه خارجا وكن نسميه الحوطان وبالتالي سلات عدنا العملية ديال البلعامة التي قلنا بأنها ستتم في أربع مراحل التثبيت الفكساسيون الابتلاع الابسوربسيون الانديسيتوز الهضم الديجيسيون وطرح الحوطان الإكزوسيتوز هذا كان كل ما يتعلق بالاستجابة المناعتية غير النوعية أو ما سمينا المناعة غير نوعية شفنا فيها الحواجز الطبيعي للجسم ثم إذا حدثها خرق لهذه الحواجز الطبيعي للجسم خاصة الجلب فكتدخل عندنا الاستجابة الالتهابية اللي هي فيها أربعة الأعراض التي خاصة نحفظها وهي الانتفاخ الإحمرار ارتفاع درجة حرارة محليا في موقع الإصابة وأيضا الإحساس بالألم وعطينا التفسير للهذه الأربع أعراض الاستجابة الالتهابية كان عندها مساعدين أو عناصر مساعدة اللي هي الوسائط الكيميائي الالتهابية أهمها ليستعمل وأيضا شفنا الدور للجهاز عامل تكملة والدور للبلعمة في آخر هذه الاستجابة تجدر الإشارة بطبع الحال إلى أن جهاز عامل تكمل شفنا بأنه يساعد استجابة الالتهابية ولكن بإمكانه أن يعمل بشكل مستقل عند تكوينه لمركب الهجوم الغشائي كما أن البلعمة هي تساعد استجابة الالتهابية لأنه خصنا في الآخر للهذه الاستجابة الالتهابية أن يتم القضاء على مولد المطاد وهذا هو الضور للبلعمية كما أن البلعمة يمكن أن تتم بشكل مستقل عن الاستجابة الالتهابية لكي نقوله في الآخر بأنه لا نحصي أنواع الاستجابة المناعتية غير النوعية فكلقوا أولا عندنا الحواجز الطبيعية أو ما سمينها المناعة الطبيعية التي لا تحتاج إلى تدخل عناصر ليا خلوية أو عناصر لموجود داخل الجسم بل الذي يعمل فقط هو المكونات الخارجية للجسم شونا الجلد العراق اللعاب إلى غير ذلك هذا الشكل الأول من الاستجابة غير نوعية شكل الثاني من الاستجابة غير نوعية شفنا وهو الالتهاب أو الاستجابة الالتهابية الشكل الثالث ممثل بدور أساسي ديال عامل التكملة أو جهاز عامل التكملة لقلنا بأنه ممكن أن يساعد استجابة الالتهابية أو ممكن أن يتم بشكل مستقل والشكل الرابع والأخير وهو البلعامة لقلنا أنها تساعد استجابة الالتهابية في نهايتها للقضاء على مولد المضاد كما أنها ممكن أن تتم بشكل مستقل هذا كان كل ما يتعلق بالاستجابة المناعتية غير النوعية في الفيديو المقبل سنحاول أن ندخل للاستجابة المناعتية النوعية وسنرى المميزات ديالها وأيضا الآليات لها الاستجابة المناعتية النوعية وفي انتظار ذلك نتمنى أن تكونوا تستفدتم من هذا الفيديو وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر